مرحبا اصدقائي يوم سعيد ان شاء الله للكل اصدقائي هادي الفيديو رح نشرح عن تطبيقين صادقات تطبيقين ممتازة جدا رح احكي عن هدول تطبيقين اصدقائي بشكل مختصر من شان ما نطول الفيديو بعد تزرع الصوت طبعا انا مريض شوي المهم اصدقائي حاليا التطبيقين يلي رح نشرح عنهم هنه تطبيقين امريكيين طرعا هاده التطبيق الاول اصدقائي وهو التطبيق الافضل بصراحة متل ما شايفين واجهت التطبيق رح تفتح معكم بهذا الشكل بعد ما تفتح معنا واجهت التطبيق اصدقائي انتو راح يطلب منكم التسجيل عن طريق اه الايميل او عن طريق الفيسبوك عفوا اصدقائي فقط عن طريق الايميل. واجهت التطبيق بهذا الشكل اصدقائي متل مجاهفين انا عندي الف وخمسة عشر نقطة. اصدقائي اول شغلي راح تتوجهوا اه على هاي الخانة الخانة الشخطات يلي هون راح تتأكدوا من الاشعارات يلي عميجوكم. لان اصدقائي في عروض كتيرة بتجيكم من خلال هذا التطبيق. يعني اول ما تدخلوا اتأكدوا من هذا الاشعار راح يجيكم الف نقطة مباشرة اول ما انت تسجل بهذا التطبيق. طبعا الحد الادنى للسحب هو عشرة سنت راح نشوف كل شي امامكم. اصدقائي ازا بنضغط هون متل مجاهفين في عندك الهوم وعندك المورتيكست. ازا بنضغط على خانة المورتيكست اصدقائي متل مجاهفين في عندك هدول العروض. اصدقائي اول عرض هو هذا الريفيرال كود هون راح تدخل كود الدعوة ورح تاخد انت مية نقطة. والشخص راح ياخد مية نقطة كمان. اصدقائي طبعا كود الدعوة راح ترك لكم كود دعوة داخل المدونة. ممكنكم اصدقائي كمان انتو تحطوا كود الدعوة. وكيا اصدقائي هاي اول شغلة طبعا فولو انستجرام. انا حكيت مع هذا الشخص على انستجرام. الشخص صادق مية بالمية. يعني الشخص هو امريكي على ما اعتقد او من دول اجنابية. المهم اصدقائي هون اول خان هي الريفيرال كود. بعد ما تحطوا الريفيرال كود راح تاخدوا مية نقطة. وعندكم الخانة التانية اصدقائي هي خانة الفولو انستجرام. يعني انت راح تتابع هذا الشخص على انستجرام راح تاخد مية نقطة هون لايك لفيسبوك. ازا بنضغط عليها بعد الشكل راح نتوجه على كروم طبعا اصدقائي انحان حسبتلي يعني نحط جنبها اشارة صح بدون ما اتابع بدون اي شيء متل مو شايفين. وهون كمان راح اضغط على هاي الخانة اصدقائي راح اضغط كمان حسبت حين. يعني فقط اضغطوا عليهم. وهون القناة اليوتيوب كمان انتو بتضغطوا عليها اصدقائي بهذا الشكل. ورح يوجهكن لليوتيوب. اوكي اصدقائي متل مو شايفين راح يوجهكن لليوتيوب بعد ما يوجهكن لليوتيوب ان كانكم انتو تشتركوا بالقناة. وبعد ما تشتركوا بالقناة اصدقائي انتو راح يحسب عنكم النقاط. متل مو شايفين كمان حسب عندي النقاط. انا حاليا صار عندي ما يقارب الف وخمسمية او الف الف اربعمائة نقطة عفوا. هون اصدقائي في عندك طرق تاني للربح. اول خانة وهي خانة اللعب. طيب اصدقائي كيف هي خانة اللعب? هي عن طريق مجموعات حسابية. اوكي اصدقائي عن طريق مجموعات حسابية. متى المشايفين هون انتوا حاولوا انوا تجاوبوا على عشرين لحتى تاخدوا هدول النقاط. اوكي اصدقائي يعني حاولوا تجاوبوا على عشرين لحتى تاخدوا هاي النقاط. اوكي اصدقائي يعني بصراحة سهلة جدا. يعني فقط انتو ركزوا فيها اصدقائي وجاوبوا بشكل صح ورح تربحوا نقاط ازد الله تعالى. اوكي اصدقائي طبعا في عندنا كمان خانات تانية انا رح اخلص هاي المرحلة وارجع لكم وبركة. اوكي اصدقائي متل مو شايفين نحن ربحنا عدد من النقاط رح نضغط على كلمة اوكي متل مو شايفين نحن اجبنا احوان اصدقائي نحن اجبنا سبتعاش اجابة صح وثلاث اجابات خطأ. فهدول السبتعاش اجابة السبتعاش اجابة اللي اجبناهن صح اصدقائي هدول رح ناخد عليه هون النقاط. اوكي حبابي رح ننتظر لحتى اه يخلص معنا هاد الاعلان وبعدين رح نشوف نحن كم نقطة اخدنا. اوكي اصدقائي طبعا النقاط اصدقائي بتتحدث هون اه هاي الخاني بتتحدث النقاط لكن اصدقائي هاي النقاط بتتحدث يعني ممكن انه تطلع من التطبيق وترجعه فتتحدث معكم هاي النقاط. اصدقائي في عنا الخاني التاني. عفوا كمان هاي الخاني اصدقائي لكن خاني للجمع وخاني للناقص. اوكي اصدقائي خاني للجمع وخاني للناقص. فانا رح ارجع خطوة لوراء اصدقائي ما رح اشارك بهاي المسابقة وراح نروح البلاي كواتشة? اوك يا اصدقائي متل ما مو شايفين هون كلها انه بس انت تكتب كواتشات. يعني بصراحة اصدقائي سهل جدا لكن اصدقائي بالنسبة للكواتشة فركزوا بين الحروف الكبيرة والصغيرة. ركزوا بين الحروف الكبيرة وصغيرة اصدقائي. طبعا اصدقائي متل ما شايفين هون رح نحدس مسلا ازا ما عرفت هذرت الكواتشة. واكتاب كواتشات يعني. لكن لازم الكواتشة اللي انت بتكتبها تكون صحيحة. من شان تاخد عدد نقاط من شان تاخد عدد نقاط يعني اصدقائي طريقة تجمع منه هو عن طريق اجابي عن عمليات حسابية سواء كان بالطرح او بالزائل وفي عندك كمان حل كباتشا وفي عندنا كمان طريقة تالية رح نشرح لنا بس يخلص هذا الاعلان اصدقائي طيب اصدقائي هذا التطبيق صادق الف بالالف في كتير اسباتات ساحب لهذا التطبيق حتى انا رسلت صاحب هذا التطبيق فاصدقائي هون نحن لما نضغط على الكباتشا متل مو شايفين هاي هي الكباتشا رح نضغط بهذا الشكل طبعا اصدقائي متل ما عكيت ركزوا بالاحرف الكبيرة والصغيرة متل مو شايفين اصدقائي نحن كل ما بتحل كباتشا انت رح تهد عدد نقاط متل مو شايفين هون صار عندي واحد من 25 لازم انه 25 كباتشا لحتى اخد النقاط رح ارجع خطوة لورا اصدقائي طبعا في اعلانات بهذا التطبيق بتزهر لك هاي الاعلانات هي كليات الاعلانات المهم اصدقائي رح ننتظر لحتى يخلص هذا الاعلان كمان ورح نكمل على هذا التطبيق رح اشوف كيف نحن رح نقدر اه نجمع بهذا التطبيق اوك يا اصدقائي طبعا حاليا شرحنا عن ثلاث طرق اللي جمع من هذا التطبيق بقي عنا بعض الطرق يلي رح نحكي عنا كمان ان شاء الله تعالى اوك يا اصدقائي اه الشغلة الثالثة عفهم بعتذر اصدقائي الشغلة الثالثة وهي اه حك البطاقات يعني انت كل ما بتحكي بطاقة هون رح تاخد طبعا اصدقائي ما بعرف كم بطاقة بحقلك تاخد او عفهم عشر بطاقات متل ما شايفين يعني عشر بطاقات انت رح تخلصهم بعد الشكل حق وبعدين رح تاخد جائزتك اوك يا حبابي طبعا لحد الان كل شي واضح بهذا التطبيق طبعا اصدقائي رح تنظر الاعلان ان شاء ما نطول مدة الفيديو رح انتظهر الاعلان لا يخلص ورح نرجع عنك اوك يا حبابي بعد ما خلص الاعلان متل ما شايفين هون نحن حاليا اخدنا نقاط هون اصدقائي كمان في عندك الخاني هاي خانة سبين طيب رح ندخل ع خانة سبين متل ما شايفين اصدقائي كمان بحقلك عشر سبينات يعني انت كل يوم تقدر تجمع من هذا التطبيق الاف النقاط متل ما شايفين انا اخدت 8 نقاط من هات التطبيق اصدقائي متل ما حكيت بعض الاوقات يعني ازا ما نحسب عندك ازا ما نحسب عندك النقاط كل ما عليك انه تخرج من التطبيق وترجع تدخل مرة تاني فرح نحسبه النقاط عندك بشكل تلقائي اوك يا اصدقائي متل ما شايفين هم نحسبه عندي النقاط بصراحة انه كيف هو بيحسب النقاط ما بعرف اصدقائي وهون اصدقائي في عندك بلاي سيرفارز جيم طبعا اصدقائي هون تحتاج لل لحتى تقدر تخلص عروض السيرفر هاي اوك يا اصدقائي طبعا حاليا رح نتوجه لطرق السحب يلي حكينا عنها متل ما شايفين عندكم البايبل ابتداء من عشرة سنت لنصف دولار في عندكم امازون من واحد دولار البيبل هون في عندكم واحد دولار خمسة وعشرين دولار في عندكم امازون خمسة دولار هدو البطاقات امريكيات بطاقات للابل وهون في عندكم المارتع فون اصدقائي وفي هون عندكم البايبل وفي عندنا جوجل بلاي عشرة دولار وفي عندك هون كمان بطاقات وفي بايبل كمان يعني في مجموعة كبيرة من البطاقات هدول الجواهر اصدقائي ما بنصح حده يشتري بهادول الجواهر نهائية اوك يا اصدقائي حاليا تطبيق الاول انتهينا من شرحه رح نتوجه للتطبيق التاني تطبيق التاني سهل جدا رح نحكي عنه بشكل بسيط اصدقائي هاي واجهت التطبيق التاني التطبيق التاني هاد صادق مية بالمية لكن فيه مشكلة اصدقائي انه التجميع من هاد التطبيق صعب جدا يعني في عندك مثلا هون اول شغلي اصدقائي طبعا بتروح على كلمة بتحطه كود الدعوة متل مشايفين بتحطه كود الدعوة هون اصدقائي وبعد ما تحطه كود الدعوة بالخاني اللي رح تزهر لك رح تاخد انت 100 نقطة طيب اصدقائي انا لما تحطوا كود الدعوة رح تاخدوا 100 نقطة في عندكم هوني الطرق السحب في عندكم بس بطاقات جوجل بلاي من فئة الخمسة دولار ومن فئة العشرة دولار الخمسة دولار بسعة دلاف تسعمية وتسعة وتسعين نقطة والعشرة دولار بسبعتاش الف وتسعمية وتسعين نقطة في عندك هون كماني هادول اصدقائي بتحسنوا تشتغلوا عليه هون هادول البوينتات يعني انت كيف جمعت البوينتات هادول تقدروا كمان تشوفون طيب اصدقائي انا لازم تحطوا كود الدعوة لاني كل لحظة رح يطالع لك هاي الخانة هي خانة حطكوا الدعوة حطكوا الدعوة اوكي اصدقائي هون ما عندي صحوبات مكلموا شايفين يعني امامكم هون في عندك الهم اصدقائي اول شغلة هي الحك بطاقات اول خانة عنا هي حك البطاقات اصدقائي الربح من هذا التطبيق بصراحة فيه صعوبة يعني بصراحة الربح من هذا التطبيق فيه بعض الصعوبة لاني التطبيق صادق فلزال يبضعيف جدا بالربح وهون في عندك الخانة التانية هي خانة المربع النرد هاد ممكن انه تاخد ست نقاط كحت اقصى لاني هذا بيفتل على ست نقاط المهم اصدقائي في عندك الخانة التالتة هي خانة الواتش فيديو هون في عندك خانة الواتش فيديو بص تضغط عليها راح تشاهد فيديو في عندك هون خانة اسبين خانة اسبين اصدقائي متل ما شايفين ممكن انه تاخد حد اقصى هو ست اسبين وممكن انه تاخد صفر اسبين اوك يا اصدقائي متل ما شايفين حاليا راح نروح لاخر خيار وهو تسجيل الدخول اليومي تسجيل الدخول اليومي متل ما شايفين انا سجل الدخول طبعا اليوم اصدقائي تسجيل الدخول اليومي كل يوم راح تاخده ميتين نقطة هون اصدقائي في عندك انه لما ازا بدك تتصل في التطبيق او بدك اه في عندك مشكلة بالتطبيق وفي عندك كمانة هون والشغلات التانية. اصدقائي لهم بيكون خلص شرحنا عنها دول تطبيقين بتمنى دعمكم للقناة اصدقائي بصراحة دعم متراجع كتير ما بعرف ليش اصدقائي بعتذر عن اي تحصير اصدقائي بشوفكم ان شاء الله في فيديوهات قادمة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته